ترجمة نانسي قنقر وإلى أساس قبل ذلك من خلال التلمذة المهنية في المشاريع النفطية مثل بابكو التي طورت قادة هذا القطاع النفطي قطاع التدريب قطاع متمكن ومؤهل لأن الفترة التي قضاها كذلك والدعم الحكومي لتدريب الباحثين من البحرينيين والموظفين عزز من نوعية البرامج التي يطرحها وقدرة القطاع أساسا على التأقلم لتلبية الاحتياجات الوطنية مختلفة نفس ما تعرفين أستاذ أنه هو التدريب متغير كون الاحتياجات للمهارات متطور ومتنوع ويختلف من فترة لفترة وعلى معاهر التدريب أنها تواكب لكي تستمر تقدم برامج تدريبية تحاكي سوق العمل وكذلك تغطية احتياجات التدريب للمؤسسات سواء كانت حكومية أو لها شركات من خلال دراسة احتياجات التدريب وطرح برامج تلبي الاحتياجات المؤسسية لتلك المؤسسات حكومية كانت أو خاصة هذا كل الدور قام بمعاهد التدريب وكذلك وجود نهضة عندنا من بداية اللهوة الألفية في اللهوة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وكذلك الهيئة الضمان جودة التعليم والتدريب وتمكين ووزارة العمل متكاملة هذا جعل من قطاع التدريب قطاع يقدر ينافس على مستوى عالمي بالحديث عن المعاهد أو معاهد التدريب إلى أي مدى استجابت المعاهد للاستراتيجيات الوطنية في القطاعات الواعدة تحديدا نفس ما ذكرت من شوي أن كون معاهد التدريب تطرح برامج حديثة تلبي التطلعات اللي هي الوطنية سواء احتياجات شركات كذلك احتياجات اللي هي القطاعات الواعدة لبتها المعاهد وما لبتها فقط بطرح برامج كذلك اليوم احنا حق التدريب الصناعي والتدريب النفطي لهذه القطاعات يحتاج إلى استثمارات كبيرة ويحتاج إلى بناء تحتية تدريبية بحيث أن يستطيع المعاهد أن يمارس هذا الدور فكل هذا أصبح المعاهد استثمارت في هذا المجال وليس على مجال القطاعات الواعدة فقط اليوم حتى على المشروع الوطني اللي هو للتوظيف الأول والثاني كان له معاهد التدريب مشاركة فاعلة لأن اليوم التأهيل هو لمن يصنع الفرصة ومن يؤهل اللهوة البحريني لكي يعني يلبي متطلبات الوظيفة لذلك خلقت وظائف من خلال برامج تدريبية ممتازة ولبت اللهوة القطاعات الواعدة التي هي ست قطاعات من نظم معلومات واتصال ومن اللوجستيات وهذه البرامج موجودة وهي دولية وكذلك المعاهد لبت هذه المتطلبات بشكل جدا ممتاز خصوصا أن الخبرة العملية مهمة جدا في هذه القطاعات الواعدة السيد نواف محمد الجشي رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب شكرا جزيلا لك شكرا